والله الأوضاع مملة جدا جدا يا أبو كاركور هاي الايام ة another ya صديقي أحمدها مملة جدا جدا كاركور جيب النا جيب النا الشاي يلا يلا يا بابا هنا انا جبتلك الشاي هنا انا جبتلك الشاي تفضلوا تفضلوا والله يا ها والله الأوضاع مملة جدا جدا يا احمده هيى بدنا مكان احنا نروح حيات 4 شو بتسوي انت هون بعد روح ادخل ادخل يلا أدخل طي لعن بابا شو بتحكو انتو ادخل مالك دخل بالكبار انت ادخل طيب ماشي شايف وشايف ادخل جوه ادخل جوه خالص طيب ماشي اصلا حطيت ملح بالشاي ايه شو حكيت ايه لا ولايش سويت لكم الاف شاي بالعالم لا ترجع تتنصت علينا مرة ثانية طيب خالص طيب ماشي خلينا انا اجلس هون اوو والله الشايات كلهم لذيذات جدا او والله يا احمده احمده بصراحة انا خاطر على بالي احكي لك من قبل اسبوع كامل هذا الاشي ايه شو هذا الاشي شو رايك انا وانت انا روح نسافر لنا اسبوع زمان هيك انا وانت لوحنا فقط بدون العيال بدون الزوجات بدون الاطفال اوو والله من كيف بتكون رحلة العمر من كيف كثير كثير يا ابو كاركور او والله يا احمد بكون يعني اجمل اسبوع كاركور اسف 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 والله ما كسر راسك والله ما برجع هنا بدأ كسر راسه خلص 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 اه اه انلا اسف انه انت خلينا اسكر الباب زيك بالمفتاح ايلا هذا بدي يظل يقاطع ناف الكلام بالحديث والا انه طفل مشاكت صغيرة اوا شو رأيك موافق بكرة ان وانت نروح بالطيارة وليوم بالليل شو رأيك والله فكرة أسطورية اليوم بالليل نسافر نروح لعند الشاطئ نسبح نكيف كثيران وانت يا بو كاركور والله فكرة أسطورية وخرافية كثير خلاص اتفقنا اتفقنا ممتاز ممتاز يلا خلينا أنا الآن بدا روح أخبر زوجتي سوسي طيب خلاص طيب ماشي ماشي يلا يلا بدا روح أخبر زوجتي سوسي وطفلي زعرور لأني أنا اليوم بالمساء بدأ سافر مع أبو كاركور يلا يلا خلينا أنا الآن أجي على منزلي منزل أحمد البطل خلينا أفتح الباب إيه؟ ليش مسكر الباب؟ هاي افتحوا للباب افتحوا للباب يلا يلا يا بابا هنا احنا جايين أهلا يا بابا يا حبيبي اشي بتلي لعبة؟ لا ما جبتلك لعبة طيب وين كنت انت؟ اهه افتح الباب اه بقول لك افتح الباب خلص هنا فتحت لك الباب أوه والك انت ولك انت مشاكل صغير هاي هاي تعالوا انت اثنين حابب أخبركم شغلة ايش دك تخبرنا يا بابا؟ هنا أنا دجلس على هاي الطاولة هاي سوسي زعرور اليوم في خبر سعيد ايه شو الخبر السعيد؟ ايه شو الخبر السعيد؟ اليوم أنا وصديقي أبو كاركور بدنا نسافر شو بتحكي ايه؟ شو بتحكي انت؟ شو مالكو زيك ما في طلعة من وان بيدوني أنا وتفلك زعرور نعم ما في طلعة من وان بلاشك ايه بمزح والله بمزح ما في تطلع من هوني بدوني أنا أنا بضني زهانة واليوم يا أما موجودة بالمطعم تبعي يا أما في المطبخ جالسة بسويلك يعني فطور انت وزعرور ايه والله يا بابا ماما بتتعب لازم تاخدني أنا وانت وانا وياها ايه أنا بدي أروح انتو عاجبكو مش عاجبكو اليوم بالليل أنا وصديقة بكاركور رح نروح شو بتخكي بدك تروح اقولك انت رح يصير اشي ما يعجبك ابدا 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 اذا انت بتروح طيب ننشوف كيف وانا والله لاجب العصير اطلع فوق انت ايه طيب ماشو والله ياسف والله ياسف والله ما بعيدها واحد مشاكل صغيرة هيني قلتلك يا أحمد بتسوي اي اشي انا رح ازعل منك طيب بتسوي بعدين يلا يلا ايني طالع انا اسوي هاي الحركة ده ادخل على غرفتي وبيدي انا اجهز ملابسي جديا احمد بدك تتركني وتروح تسافر لوحدك نعم نعم يا سوسي نعم بس شوي بس شوي خلينا انا زيهيخ ايوه خلينا اريح نفسه وانا جالس بجالس في حقيبتي يلا يلا يا سلام وفي المساء هذا ما حصل واوه يوه الى اللقاء يا مدينتي واخيرا انا وابو كاركور الان بدنا نحلق في هاي الطيارة يا سلام ايوه الى اللقاء يا مدينة الى اللقاء احنا رح نسابر اليوم ورح نكيف كثير كثير الى اللقاء يا مدينة وفي اليوم التالي هذا ما حصل اي اي واي وخيرا سفرنا يا السلام يا السلام انا القان على الشاطع شوف عضلاتي يا السلام الان انت رح تشوف شون سينا بس مخبه تحت الملابس يلا يلا استعجل بدنا نسبح بدنا نتشمس بدون اطفال بدون زوجات احنا مريحين راسنا هذا الاسبوع رح يكون اجمل اسبوع يلا يلا يا احمد مستعدل تشوف عضلاتي أوها الله يجرفك يا با كركور أي أيش فيه الخابات ألمازون هنا في الغابة يدير بالك كون فيهون هوني يعني حيوانات تطلع للنعصد من شعر صدرك آه لأك حلو حلو أazonت tillLE يجرفعك حلو مين والنس نايمين بك recibir and take the好 عوي طيب آه خالص بعدين لما روح لما روح آي أحنا شوفوا الآن ما أجمل هذي المنطقة شوفوا الآن وين احنا موجودين يا اللاين جاي يا السلام شوف كيف بصبح شوف كيف بصبح على ظهري يا السلام والله انك انت كتير كتير محترف يا السلام والله انه الوضع جدا وسطور يا بكاركور صح بصبح على ظهري اليوم وجم اليوم بدون اطفال بدون زوجات بدون نكاد وبعد مرور اسبوع هذا ما حصل واخيرا ارجعنا بعد اسبوع كامل من سفرتنا واخيرا وصلنا الى الديار انا بحب الديار كثير كثير حتى انا والله يا بكاركورة يلا الان اكيد زعرور اسوسش تقول كثير وانا كمان بس لا تنسى اهم اشي اهم اشي اش هو اهم اشي انك تشل شعر صدرك الله يقرفاك خلاص طيب ماشي يلا بدك تجي معاي اوه والله بدى اشوف سوسي وزعرور انا بصراحة زمان ما شفتهم يلا 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 لله يا ابو حسنين لله انت واخيرا رجعت مني عنك تذكرت انها عندك ابن ما مراعت عن تاتا تاتا تردتني وانا متشرط صيرت اوه شفت تحكي جادة اوه والله شكله صغير ما صيب ليش ما رحت عند سوسي وزعرور ما بعرف ما ببتحول الباب ما ببتحول الباب والله شي غريب كثير خلاص انا الان رح اروح و رح اشوفهم و رح اتفهم معهم طيب والله طلعت الشغلة هاي بتربح خلينا اصوي زيك خلينا اروح لله يا محصنين لله اناش احد والله انه مجنون ابنك الصغير اوه والله خلينا بنروح نشوف سوسي وزعرور ليش ما اخذوا كاركور عندهم ايه سوسي ايه زعرور ايه ليش ما بردوا ما بعرف والله غريب جدا ايه استنى شوي مفتوح الباب اوه والله مفتوح الباب ايه طلع الشباكل عن كبوت كيف موجود في كل مكان ايه شو هاي رايحة رايحة الغبار الكريهة يا احمد زي اكنا اله اله اسبوع كامل مش مدخول للمنزل اوه والله طلع هون ما في اي اشي اشي غريبة سوسي مش موجودة ايه سوسي ايه زعرور استنى شوي شو هاي الورقة المكتوبة هون اوه والله يا احمد شو هاي الورقة اللي موجودة في هذا المكان خليني انا الان بدي اقرأ الرسالة من سوسي شو هاي من سوسي الكاندي مكتوب الرسالة من سوسي الكاندي استنى شوي احنا راجعين يعني لازم نشرب مية استنى شوي خليني اصوز ايه شاي للحنفية ايه شاي لصنبور المياه والله غريب كثير كثير يا بكر كورو شو اللي صاير خليني اقرأ الرسالة صح انا مكتوب الرسالة من سوسي الكاندي الرائعة الاميرة الحلوة الامورة الشطورة الكتكوتة العسل الماسة الماسة الجميلة النحيفة والكل هذا بتعبر عن نفسها نعمة الى زوجي احمد الكلب الحيواني الجمل الدوب الخنزير يا حبيبي مستحيل سوسي كتبتها ايش الكندر المحترم المحترم السحكتيلي محترم شو هذا يا حبيبي انا بطلت احبك رحت عند بابا حبيبي يلي معه مصاري مش زيك ما معاك مصاري تشتري لعبة لزعرورية بخيل شو هذا والله طلعت كل الزبال اللي بطنه هاي بعد انت فضحتني هاي بعد لا تقرأ الرسالة طيب زي ما بدك خلي ابو كاركور المحترم يفيدك يا حمار اه والكم شو هاي مستحيل اه والله شكلها رسالة قوية هاي اه والله رسالة قوية روح دور على زوجي غيري يا محترم المرسل شو مكتوب هون ازا ايش مش مبين هون بس مش خبط عليها المرسل ماما سوسي طيب سوسي بتحكي عنها لها ماما بس والله ما بعرف فهي رحت عند أبوها والله مشكلة كبيرة خلينا أنا أبدأ أروح عند زوجة تمنح أنه أنه أبوها ويمها مات وبحدها تسير يلا مع السلامة شو مدي أسوي عني الآن لازم أن أسافر على مدينة أبو سوسي أبو جعفر والله العظيم أنه إشي جدا جدا بخلي الواحد عصب وزعرور ما أخدته مع هذا زعرور والله زعرور هو صاحب كل المشاكل زعرور هو صاحب كل المشاكل خلص خلينا أنا الآن أجي على هذا المكان مثلك تماما نفتح لي هذا الباب لا تنسوا صحيح نزلت مقطع أسطوري جدا جدا رهيب على قناتي أحمد ناجح الكل يعني لازم يروح يشوف شو اللي صايرون يا انت بابا مع السلامة والله لك أسر راسك والله لك أسر راسك والك هذولا مجانين مجانين كثير كثير خلص أنا هسا لازم أن أروح أشوف مشكلة سوسي هاي هاي بتحب المشاكل كثير كثير يلا خلينا أروح أنا الآن وبعد الوصول إلى منزل أبو جعفر والد سوسي هذا ما حصل واخيرا هيني أنا الان وصلت لعند قصر ابو جعفر والد سوسي مرحبة انه من أنت انا هو الزوج سوسي خلينا ادخل انا الان هي توقف توقف ليش اتوقف لانه ابو جعفر حكالنا انه ما تدخل انت ليش ليش هيكه هو اوامر الرئيس اه احمد تعال 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 عندي ابني أوو يلا يلاه هين انا جاي هين انا جاي ابي جعفر والله Movement انه مصيبة بنتك ومصيبة شو اللي ساير يعني فهمني شو اللي ساير يعني انا مش فاهم ليش هيك صار الوضع معك انت وابنت سوسي والله ما بعرف يعني هي يعني كلها سفرت اسبوع مش جريمة قتالة طيب هي هيا بنت سوسي لويش ميش كنت اول واش هذا كان يضربنا يا سيدا سيدا هذا كان يضربنا ايه شو بتحكي هاي كذاب هذا كذاب يا بابا كذاب لا مش كذاب انت حسابك بعدين والله حسابك بعدين انت انت ليش اجيت انت روح يلا سافر روح هاي فهموني شو اللي صير هاي انا اجيت يا ابو جعفر عشان اخذ زوجتي سوسي وطفلي زعرور يا بنتي يا سوسي بدك تروحي مع زوجيك لا ما بدي اروح انا ما بدي اروح بالمارة بالمارة لانه هو شهرين راح بدوني اوه والله انه يعني طيب انت تبعتيلي هيك درسالة يا سوسي اني انا كلب حيواني وانت حلوة ونحيفة ومثال هيك انا انا ما بعتلك اشي كيف ما بعتلي اشي اوه يا سلامة انا هو البقدارد ايه انت مين معلك دخل هاي سوسي تعالي معاي ما بدي ما بدي طيب مين بعد الس 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 الرسالة انا ببعه حطيتس رسالة احكت فيها اني بدي اروحن بيت بابا بس خلص بدك تجي ولا لا طيب ايه بدك تجي ولا لا يا بنتي بدك تروحي لا يا بابا ما بدي اوه ااسف يا احمد انت احنا ما راح نقدر انساعدك طفلتي سوسي ما بدها تيجي ما بدها تيجي ما بدها تيجي ليش يا سوسي باي يلا يلا ايوه روح 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 ويطدكس الراسك ايه ايه خلاص خلاص انت والله مجنونة والله اسف يا ابني انا بحترمك وانت مثل ولادي لكن هذهك ابنتي وانا لازم نعرض عليها خلاص طيب ماشي يا ابو جعفر طيب ماشي ايه والله انه الوضع ايش كثير كثير ايه كثير حزينة والله اني زعلان كثير انا ليش شيك تسوي فيي يا سوسي يعني انا الان شو بدي اسوي يعني خليني انا اروح على الاسواق انا بدي اروح فارغ الايادي بدي انا الان اروح على السوق بدي اشتري لي كم من شغله لاني متأكد انها زوجتي سوسي راح ترجع علي مع الايام يعني يوم يومين فقط لا غير خليني انا الان اروح على السوق اوو يلا خليني انا الان بدي اشتري الامتعة والاشياء اللي بتحبها سوسي عشان تروح على المنزل انا مش عارف ليش سوسي سوت هاي العمله كل هذا يعني بس أنا رحت سفرة أسبوع وياريت أبو كاركور دائما راح إرائحة طبطة يعني معفني على الآخر ما تسليت أبدا 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 كل هذا الأسبوع يطلع على راسي أنا لوحدي زعرور مش معاي سوس مش معاي بس هذا الاسمه زعرور أنا والله لأكسر الكراس تكسيرة هذا الطفل ولا كأنه بعرفني شفتوه كان يصرخ علي والله لا لما أنا أمسكه لما يرجع المنزل لا أكسر كل أثاث المنزل على راسه لكن خلص خليني أشوف أنا الآن إيش فيه أشياء أشتريها لسوسي هاي اللبسة لا مش هاي اللبسة هيا ساعدوني ساعدوني يا عالم ساعدوني يا ناس أوف يا عجوز بزن بدأ مساعدة أعطوني هاي العصاء خليني أركض بسرعة ساعدوني زيك زيك ابتعد يا كلب ابتعد يا كلب لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال انا بصراحة ما بعرف عندي حراس شخصيين بس مش عارفي وين راحوا والله لا اطرد لك اياهم كلياتهم تعال تعال معي اروح اشوفهم وين هذولهم خلينا نشوف ايش قصتها هاي العجوزة خليني انا بدا اجي من هذا المكان هايهم شو بتسووا انتو كل هاتكم اطردين انتو 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 ليش وال كل هذول حراس شخصيين لا اليك نعم هذول كلياتهم حرراس شخصيين لا الي انا واو امت اميرة لا انت مالك it لا انا اصلا مش عيش في هذا المكان انا يعني عيش بانجلترا ايش وين انت عيش وأنا عيش بانجلترا او بطيب شو جايبك ع هاذه المدينة يعني مدينة ما بيش زوره الا سكانها نعم انا اجيت والله عند زوجي ابو جعفر ايش شو اسمه زوجي أبو جعفر وكمان بنتي يعني أنا بصراحة سمعت إنها جاي على هاي المدينة سمعتي إنها جاي على هاي المدينة آه والله فعشان هيك أنا يعني أجيت يومين أو ثلاثة بنتي يعني ما شفتها إلا أسبوعي يعني عارت كيف أوه طيب ماشي يلا إن شاء الله إنك تكوني أنت بخير ليش هيك حياتي أنا ليش هيك حياتي هيي أنت اللي تجلس أنت هيك بتبكي أنا دعكي لك قسطي أنا زوجتي وطفلي تركوني فقط لأني استمتعت أسبوع واحد فقط ليش؟ لأني سافرت بدونهم طيب أنا كل يوم بسافر أنتو الأغنياء غير 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 أوه خلص أنا ما رح أخليك تكون حزين أبدا 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 تعال تعال اركب معي سيارتي الفارهة أوه طيب وين؟ بدي أودك أنا أشربك كاس قوي يعني لفيف جدا جدا ممكن تسوق لهاي السيارة؟ أوه أكيد أكيد يلا يلا أركب يلا طيب ها هين أنا الآن رح أركب ورح ننطلق في هاي السيارة وين وين؟ بديلك يلا أمشي يلا هين أنا انطلقت في هاي السيارة ووه ما عمر شفت زي هاي السيارة نعم نعم يلا تقدم تقدم ووه والله سريعة جدا هاي السيارة آه والله هيا بنا وبعد قليل هذا ما حصل ووه وانت متقدمية بالمية انك انت مش عايش في هذا القصر العملاق الكبير جدا 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 نعم ايش فيه أنا مش فاهمي عليك لا وليش وليش شكلكو انت أغنياء زياد مش عارفين وين تودي أموالكو طلعوا القصر طلعوا هذا المكان اذا كان معه زعرور والله ليش فط المية اللي فيه والله مكان جدا أسطوري خلينا شوفوني طلع فيه مزرعة قصب سكر هوني أشياء كثيرة نعم اه والله يعني بصراحة أنا يعني عايش في قصر أكبر من هذا تقريبا بـ 19 مرات ووال شو اللي بتحكي انت خلاص عادة عادة مش مش مشكلة بس انت ليت جبتيني على هذا المكان والله حبيت انك يعني تتضيف عنا وبصراحة أنا يعني بدي أشوف معك بنتي يعني زمان انا ما شوفت كان من عشر سنين يا بنتي يا بنتي اوه ماما زمان عنك يا ماما اوه 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 احمد ايه تعرف بعض نعم هاي زوجتي موسيقى 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 موسيقى